نجد أنه التطبيع أساسا يعني كأنه الدول العربية كلها مطبعة أصلا ظالم لا تمتلك الإرادة ولا القوة ولا الأوراق السياسية ولا حتى قول لا وجالسة تتفرج على والله هذا الدمار والخراب والقتل المنظم وهي مجرد شاهد شاف حاجة مش ما شافش حاجة ولا حول الله ولا قوة 400 مليون عربي يتفرجوا على دمار وقتل وتشريد أخوانهم في الدم وتريدون العالم يحترمنا وتريدون العالم يساندنا أول سؤال يعني وينكم أنتو وش ناقصكم يا عرب وش ناقصكم أيصلا 12 ألف طيارة و12 ألف دبابة و10 مليون جندي وهذا ليش جايب منهم مستعراض يعني العبلارية معقولة معقولة لذلك يا أخوان لا يمكن أن نطلب من الآخر والتنديد وأن نقول أن قضية فلسطين قضية إنسانية قبل أن تكون قضية عربية مسألة محسومة تمام الأمر الثاني يعني ما لم تكن تستطيع أن تقول لا أو تأخذ موقف أو تمتلك أوراق سياسية أو عسكري أي كانت للضغط وإيقاف هذه المجازر اليومية معقولة يا أخوان غزة 2% من فلسطين 400 مليون عربي يتفرجوا عليها ولا يمكن يا أخوان لا يمكن يا أخوان أن نطلب من الروسي أن يكون عربي أكثر من العرب أنفسهم ولا الصيني أن يكون عربي أكثر من العرب